في لقاء مهم جداً مع يجيكم بلانكسون المتحدث الاعلامي للغاني عبدالعزيز يعقوب هارض لحضراتكم دلوقتي عبدالعزيز يعقوب بيلعب في نادي وهانتري الصيني وكان على وشق يعقوب وده الانضمام للنادي الاهلي في الصيف الماضي جي مصري فعلاً كان بيلعب في البرتغال في ريو أفي وكان بيلعب في مركز المهاجم جي النادي الاهلي والنادي الاهلي كان على وشق التعاقد معاه وتقال انه هو عنده إصابة كبيرة أو إصابة مزمنة أو كان عنده إصابة في الرجب وعمل عملية وفيه فرصة كبيرة انها تتكرر الإصابة بعدما الاهلي عمل الكشف الطبي رفض التعاقد مع اللاعب الانتقل من الفريق البرتغالي لفريق الصيني وسجل عدد أهداف رائعة جداً ويتقلق الآن مع الفريق الصيني بشكل رائع رائع جداً وهنا نبدل نسأل التساؤل المهم جداً تخيل يعقوب ده لو كان جيد النادي الاهلي وهو مكينة أهداف لعب مهم جداً 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 والنادي الاهلي بالتأكيد خسره بالمناسبة المتحدث اللي هيتكلم معنا دلوقتي باسمه هو بيقول انه النادي الاهلي ما سابش يعقوبه بسبب الإصابة وسب يعقوبه انه النادي رايو إيفي كان عايز مبلغ كبير جداً وهو ده السبب الحقيقي للنادي الاهلي ما تعقيتش بالسبب مع يعقوبه بعدها هنستقبل زميلتنا المميزة جداً سمر صلاح معا كلام مهم جداً صباح الخير من غانا نشكركم على هذه الفرصة ونشكر كل المستمعين والمشاهدين إذا سألتني عن أداء عبد العزيز يعقوب هذا الموسم أود أن أقول أننا لسنا متفاجئين بأدائه في الصين على الإطلاق لأننا نعلم أن يعقوب لاعب رائع ومهاجم جيد جداً لذا وفقاً للأرقام التي قدمها لفريق هان ثريا الصيني لسنا متفاجئين على الإطلاق يعقوب لاعب ثابت لقد كان يسجل الأهداف في كل موسم فهذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها هذه الأرقام يعقوب الذي كان يلعب في البرتغال قبل ثلاثة مواسم مضت ساهم في تأهل فريق ستوري الليبرايا من الدرجة الأولى إلى الدور الممتاز وفي غضون موسمين فقط ساهم في تأهل ناديين من الدرجة الأولى إلى الممتاز وكان هداف تلك الأندية لذلك من الطبيعي أن نرى يعقوب يصل إلى هذه الأرقام من أصل ثلاث وعشرين مباراة شارك أساسيا في سبع عشرة مباراة وسجل خمسة عشر هدفا وكان رابع أفضل مهاجم في الدور الصيني الممتاز لذلك نحن لا نتفاجأ على الإطلاق نحمد الله على أن منحنا هذه الأرقام قبل قدوم يعقوب إلى مصر الأهل كان يعرف وضع اللاعب جيدا وليس حقيقيا أن يعقوب كان مصاب وإلا لم يمنح الأهل الموافقة للقدوم إلى مصر الأهل لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع ريو آفيا الذي كان يتواجد به اللاعب النادي البرتغالي كان يريد 2.5 مليون دولار والأهل لم يكن مستعدا لدفع هذا المبلغ وبعد ذلك أصر على الإعارة وحاول الأهل أن يخفض العرض لذلك الأمر ليس له علاقة بالأمور الطبية أو الاختبار الطبي أو شيء من هذا القبيل فهو لاعب لائق تماما إذا ذهبت وتحققت من يعقوب في المواسم الثلاثة الماضية تجده لم يعاني من أي إصابة خطيرة ويمكنك التحقق من أرقامه الحقيقة أن اللاعب لم يفشل في الاختبار الطبي لكن الحقيقة أن الأهل لم يستطع التوصل لاتفاق مع ريو آفيا المرتغالي ذهب يعقوب بعد ذلك إلى الدور الصيني وفي الدور الثاني فقط من الموسم سجل خمسة عشر هدفا فقط في الدور فقط نحن لا نتحدث عن مسابقات الاتحاد والمسابقات الأخرى بل نتحدث عن الدور فقط تمكن يعقوب من تسجيل تسعة عشر هدفا لذلك كان على بعد أربعة أهداف فقط من جائزة الهدف لذلك يمكنك رؤية اللاعب الذي انضم إلى ناد لمدة نصف موسم فقط وتمكن من تسجيل خمسة عشر هدفا وأنت تعرف كيف يجد اللاعبون صعوبة في التكيف مع نظام جديد وبيئة جديدة ودرجة حرارة مختلفة لكن يعقوب تمكن من تسجيل خمسة عشر هدفا في الدور ولم يتعرض لأي إصابة خطيرة كما تعلمون في بعض الأحيان يمكن للعبين أن يشعروا ببعض الآلام وكل ذلك لكن لا توجد إصابة بالنسبة ليعقوب حيث لعب الموسم بدون إصابة بالنسبة لما تردد حول إصابة يعقوب بإصابة مزمنة دعني أخبرك لا أعرف من أين يأتي هذا الخبر إنه لا يعاني من أي إصابة مزمنة يعقوب لعب سليم فقد تعرض لإصابة خطيرة في 2017 قبل ست سنوات في ذلك الوقت كان يلعب لفريق فيتوريا جيميراش في البرتغال تعرض لإصابة وأجرى عملية جراحية وبعد ذلك لم يتعرض لأي إصابة خطيرة مرة أخرى وفقا للسجلات التي قدمتها لك يمكنك أن تشهد بأنه لاعب لائق تماما يلعب أسبوعا بعد أسبوع لذلك لا أعرف لماذا يحاول البعض توضيح أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة ولهذا السبب لم يوقع معه الأهلي إنه لم يتعرض لأي إصابة مزمنة فهو لاعب لائق تماما واللعب الذي تعرض لإصابة خطيرة في 2017 تمكن من تأهيل ناديين من الدرجة الأولى إلى الدور الممتاز وذهب إلى الصين ليثبت أنه مهاجم جيد أنت تعرف أن لعب كرة القدم ينتقلون من نادي لآخر هذه هي وظيفتهم التي اختاروها أما عن الأهلي فالأهلي إذا قدم عرضا جيدا لا يمكننا أن نقول نعم أو لا إلا بالاتفاق مع ريو آفي لأنه يلعب على سبيل الإعارة في الصين فهو لا يزال لاعبا في ريو إذا تمكن الأهلي من تلبية طلب النادي البرتغالي وكذلك اللاعب يمكننا بالطبع الانتقال إلى مصر ولم لا؟ لا نعرف ما الذي سيحدث في المستقبل يركز يعقوه مع فريقه في الصين حاليا ويلعب في دوري أبطال آسيا وبعد انتهاء الموسم سيعود إلى ناديه الأصلي يركز يعقوه حاليا مع فريقه في الصين ويلعب في دوري أبطال آسيا وبعد انتهاء الموسم سيعود إلى ناديه الأصلي في البرتغال إذا كان بإمكان الأهلي التفاوض مع ناديه ويلبي مطالب اللاعب والنادي فنعم إنه لاعب محترف نشكركم على هذه الفرصة التي أتيحت لنا مرة أخرى من معسكر يعقوب ونشكر كل مصري والشعب مصر الطيب وشكرا على إتاحة الفرصة